اشتركوا في القناة مجلس البحث العلمي يوقع 15 اتفاقية للدعم والانضمام للشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا فاريس وبرلينت وقعان معاهدة تقارب في المجال الدفاعي وميركل تصف المعاهدة بنواة الانشاء جيش اوروبي بوتن وابي يبحثان في موسكو حل قضية نزاع على الجزر استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اخبار الاقتصاد مشاهدين الكرام نتابعوا فيها استقطابا لمزيد من الاستثمارات والترويج لها انطلاق الحملة الترويجية استثمر في الدقم بالعاصمة الهندية نيو ديلي موسيقى وفي النشرة الرياضية تتابعون موسيقى كوريا الجنوبية تقطف بطاقة التأهل بفوزها الصعب على البحرين وقطر تصعد على حساب العراق لدور الثمانية موسيقى حياكم الله تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حافظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة تسلم رسالة معالي السيد خالد بن هلال البسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقبال معاليه بمكتبه سعادة السفير علي بن فهد فالح الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين تفعيلا للنظام الوطني لنقل التكنولوجيا في السلطنة وقع مجلس البحث العلمي 15 اتفاقية مع كليات العلوم التطبيقية والكليات التقنية وتتضمن الاتفاقيات انضمام عدد من كليات العلوم التطبيقية والكليات التقنية إلى الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا وأخرى لدعم إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا بالكلية التقنية بالمصنعة وكلية العلوم التطبيقية بالصحار في خطوة لربط بحوث وابتكارات طلبة المؤسسات الأكاديمية بدعم مجلس البحث العلمي الذي يترجم هذه الأفكار إلى واقعا اقتصادي واجتماعي حيث وقع المجلس 15 اتفاقية لدعم وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا بكليات العلوم التطبيقية والكليات التقنية أهمية وجود شبكة وطنية لنقل التقنية هي نقل المعرفة ونتائج البحوث اللي يستفيد منها المجتمع كان المجتمع من خلال المؤسسات الصناعية أو المجتمع أيضا من خلال المؤسسات الحكومية والمدنية الأخرى فبعد جولة من تقديم التصورات والمقترحات كلية العلوم التطبيقية بصحار وكلية التقنية بالمصنعة حضيتا بالدعم المادي لإنشاء مركز لنقل التكنولوجيا والابتكار في كل كلية كما وقعت باقي الكليات التطبيقية والكليات التقنية اتفاقيات لانضمام إلى الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا مجلس البحث العلمي مشكورا قام بمبادرة وطرح مصابقة لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا بالكليات التقنية والعلوم التطبيقية فالحمد لله قدمنا مقترحات بإنشاء مثل هذه المكاتب لمجلس البحث العلمي وبعد عدة تقييم فازت الكليات التقنية بالمصنعة بإنشاء بالدعم يعني بالحصول على دعم مجلس البحث العلمي بإنشاء هذا المركز في الكلية وجود مكتب نقل التكنولوجيا في كلية العلم التطبيقية في صحار أنا أعتقد أنه فرصة حقيقية للاكاديمي الموجودين بالكلية والطالبة وأيضا باقي للمؤسسات الأكاديمية المحيطة في المحافظة وأيضا للقطاع الصناعي وباقي للمجتمع مجلس البحث العلمي أكد أن إنشاء مركز نقل التكنولوجيا بالمؤسسات الأكاديمية سيساعد الطالبة أو الباحث لاستكمال جميع أركان الابتكار ومراحل البحث كما ستسهم في تسجيل براءة الاختراع والملكية الفكرية وهو ما من شأنه أن يوسع قاعدة الابتكار في السلطنة ويسهم في تحويد الأفكار إلى واقع نتلمسه يأتي ربط المؤسسات الأكاديمية بمجلس البحث العلمي ضمن توجه الحكومة لتفعيل نظام نقل التكنولوجيا والذي بدوره يقوم بترجمة البحوث العلمية إلى عايد اقتصادي واجتماعي يوسف بن سعيد الرواحي مسقط انطلقت المرحلة الأولى من برنامج الكفاءات الحكومية في نسخته الثالثة الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الحكومية العليا البرنامج الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية يناقش الإدارة الاستراتيجية في القطاع الحكومي في الوقت الذي تعمل فيه السلطنة على رؤية عمان عشرين أربعين وبرنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ وسط حراك اقتصادي في أصيدة شتى في قطاعات الدولة مشهد تطوير الكفاءات الحكومية يستمر تنطلق المرحلة الأولى من برنامج الكفاءات الحكومية في نسختها الثالثة لتضعف مقدمة أطروحاتها الإدارة الاستراتيجية في القطاع الحكومي مستلهما فرضيات واقعية لكيفية الإدارة الدقيقة التي تنعكس على الأداء المؤسسي في برنامج سعيه الدعوب أن يعزز قدرات مديري العموم ومن في حكمهم يأتي تنظيم برنامج الكفاءات الحكومية بنسخته الثالثة في فترة مفصلية لتنفيذ مخرجات البرنامج التنويع الاقتصاد لتنفيذ وأيضا لتوائم مع الاستراتيجية الوطنية 2040 لا شك أن السلطنة خلال هذه الفترة تسعى جاهدة إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ الكثير من مشاريع الاقتصادية وأيضا جذب الاستثمار سعيا إلى الارتقاء بجودة الخدمات تغيرت مجريات مشهد العمل فالنظر أصبح متوجها إلى قياس الآداء والإنتاجية في مرحلة تتجه إلى الثورة الصناعية الرابعة التي تعمل فيها السلطنة لتتوازى مع هذا المشهد الأمر الذي بدت فيه الكفاءة الحكومية العليا تضع يدها أمام إزاحة التحديات والمعوقات مدركين أهمية التخطيط الاستراتيجي للوصول إلى بر الأمان في أصعدة شتى لا سيما الاقتصادية وهذا ما جاء في عديد أطروحات البرنامج الهدف من البرنامج هو كيفية تكوين القادة كيفية فهم الإدارة الحديثة متطلبات العصر لا بد أن تحكم علينا بأننا نتطور في كافة مجالات الحياة في المجال الإعلامي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي على رضو المتغيرات والتحديات الحالية في عالمنا هناك حجم الحالي موكبتها ومواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تخطيط استراتيجي مناسب في القطاع الحكومي وهذا ما تسعى إليه الكفاءات الحكومية من خلال رفع من قدرات مدرأ العموم في حكمهم الأيام المقبلة ستشهد مؤتمراً وطنياً يستشرف مستقبل السلطنة رؤية عمان 2040 والمشاركون في برنامج تطوير الكفاءات الحكومية هم جزء منفذي توجهات هذه الرؤية في مؤسساتهم لتنطلق عمان إلى المستقبل بثبات وهو المنتظر السلطنة مستمرة في رفع كفاءة القدرات الوطنية العليا في مرحلة متغيرة تتطلب الإسراع للوصول إلى نمو اقتصادي مرتفع في الوقت الذي يجري فيه العمل على رؤية عمان 2040 فارس بن جمع الوهيبي مسقط أحال مجلس الشورى مشروع قانون النظام الموحد المنظمي لنشاط الشركات العاملة في مجال البريد العاجل وطرود لدول مجلس التعاون الخليجي ومشروع قانون الإحصاء والمعلومات إلى مجلس الدولة وذلك بعد إقراره ما خلال الجلسة الاعتيادي الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع وخلال الجلسة ناقش المجلس رد مجلس الوزراء حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحث العلمي واتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية جورجيا بالإضافة إلى منقشة مشروع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية واستمع أعضاء مجلس الشورى إلى رد رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي حية للمياه حول ظاهرة الروائح المنبعثة من مياه الصرف الصحي كما استمع الأعضاء إلى رد معالي وزير السياحة حول مشاريع الواجهات البحرية بالسلطنة حيث أفاد الرد أن تطوير الواجهة البحرية والخدمات السياحية بالنيابة الأشخرة معروض للتناقص وسيتم العمل على إدراج المشروع ضمن البرنامج الوطني للتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ لإيجاد ألية لتمويل المشروع ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس عقادت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة اجتماعها الأول بديوان عام وزارة الداخلية برئاسة سعادة وكيل وزارة الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة تم خلال الاجتماع مناقشة المهام التي تطلع بها اللجنة خلال الفترة الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وكل ما من شأنه تسير أعمالها وفق الاقتصاصات المحددة بناء على التكليف السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يشارك معالي الدكتور علي بن مسعود السنادي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين من يناير الجاري ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من ألفين وخمسمائة شخصية من بينهم حوالي سبعين رئيس دولة وحكومة سينقشون القضايا المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة إضافة إلى بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتنوعة التي تواجه المجتمع العالمي كما تقام على هامش المنتدى العديد من اللقاءات بين ممثل الدول ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة أخن الألمانية أكدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مجدداً عزم ألمانيا وفرنسا على الدفع باتجاه قيام جيش أوروبي مستقبل ووقعت ميركل مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكو معاهدة تعاون جديدة نص على التقارب في مجال الدفاع وتطوير ثقافة عسكرية وصناعة أسلحة مشتركة إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وقالت المستشارة الألمانية إن توقيع معاهدة الصداقة الجديدة يأتي استكمالاً لمعاهدة الإلزي الموقع بين البلدين عام 1963 هذا وأشاد بنس تولتنبيرغ أمين عام حلف الشمال الأطلسي نايتو بمعاهدة الصداقة الجديدة بين ألمانيا وفرنسا قائلاً إنها ستسهم في زيادة أمن والسقرار أوروبا في مسعى لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود حول أرخبيل جزر الكوريل بالمحيط الهدئ التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة الروسية موسكو ونقلت وسائل إعلام روسية عن آبي قوله أنه جاء لإجراء مناقشة عميقة بشأن توقيع معاهدة سلام تنهي أزمة الجزر التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وأكد آبي أن بلاده على استعداد لبذل كل ما يلزم للتواصل لمثل هذا الاتفاق وتصير اليابان على حقها في السيادة على تلك الجزر التي تطلق عليها اسم الأراضي الشمالية حذرت المفوضية الأوروبية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يهدد برامج الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تأمين السلام بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا وأوضحت المفوضية أن الافصال سيعرض السلام والتعاون عبر الحدود بين البلدين للخطر في إشارة إلى نقطة الخلاف الرئيسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويعارض الاتحاد الأوروبي وضع ضوابط حدودية جديدة بدلا من شبكة الأمان التي تبقي الحدود مفتوحة بين آيرلندا الشمالية التي ستترك الاتحاد ضمن بريطانيا وبين جمهورية آيرلندا وذلك تخوفا من اشتعال فتيل العنف الذي استمر لعقود وانتهى باتفاق في أواخر تسعينيات القرن الماضي في الشأن السوري قتل شخص وأصيب أربعة عشر آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية وقالت وكالة الأنباء السورية إن التفجير واقع في ساحة عامة على أطراف المدينة مشيرة إلى أن الجهات الأمنية قامت بتفكيك عبوة الناس فاثانية قبل انفجارها في نفس المكان وكانت الصاحة نفسها قد شهدت في عام 2015 انفجار سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة أدت لمقتل وإصابة العشرات وإلى الأراضي الفلسطينية حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اطراف قطاع غزة بقذيفتين مدفعيتين ردا على تعرض قواتي لإطلاق نار قرب القطاع حسب زعمه وقالت مصادر فلسطينية إن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة رصد تتبع حركة حماس في شمال قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسهوليتها عن حادثة إطلاق النار هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل دراسة ميدانية لبحث أسباب انخفاض انخفاض أعداد طائر عقاب السهوب في محافظة ظفار اشتركوا في القناة جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخي صاحب السمو أمير دولة قطر يتسلمها معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني مجلس البحث العلمي وقع خمس عشرة اتفاقية للدعم والانطمام للشبكة الوطنية لنفل التكنولوجيا موسيقى باريس وبرلين توقعان معاهدة تقارب في المجال الدفاعي وميركل تصف مع معاهدة بنواة لإنشاء جيش أوروبي موسيقى بوتن وآبي يبحثان في موسكو حل قضية نزاع على الجزرين استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية موسيقى قامت معالي جابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الدولي وأمينة لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب الفيدرالي المكسيكي بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلحة واطلعت معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارتها على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج كما استمعت إلى شرح عن التطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلال السلطان قابوس من سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بهدف صون الحياة الفطرية ومفرداتها في السلطنة أجرى مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني بالتعاون مع فريق أوروبي بحثاً علمياً ميدانياً عن عقاب السهوب في محافظة ظفار البحث يدرس مسارات هجرة طائر عقاب السهوب وأسباب انخفاض أعداده في السنوات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي وصون الحياة الفطرية قام فريق أوروبي بالتعاون مع مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني بإجراء بحث علمي عن عقاب السهوب بمحافظة ظفار بهدف دراسة مسارات الهجرة وجمع معلومات علمية متعلقة بهذا النوع من الطيور الجارحة نحن ندرس طبيعة انخفاض أعداد هذه النوعية من العقاب في السنوات الماضية ولا ندري ما هو السبب في ذلك وأعتقد انه بسبب القذاء ولكن بعمل هذه الدراسة سوف نحصل على المعلومات ونعمل على حماية هذه النوعية من الطيور ويعتبر عقاب السهوب من الطيور المهاجرة التي تزور السلطنة بين فصلي الخريف والربيع ولقد تم في هذا البحث تركيب أكثر من 12 جهاز تعقبين عبر الأقمار الاصطناعية على 12 عقابنا في منطقة ريسوت نجح الفريق الخبراء مع الكادر العماني بتركيب عدد كبير من الأجهزة التتبع بالأقمار الصناعية خلال فترة وجيزة بمهارة عالية لدراسة مسارات الهجرة وجمع بيانات مهمة حول هذه الطيور الجارحة وسوف يستمر هذا التعاون خلال الفترة القادمة لمتابعة هجرة هذه الطيور الجارحة وحصر عدادها بمحافظة ظفارة وتقديم التوصيات للمعنيين لوضع سياسات بيئتنا تحافظ على هذه الأنواع طبعا من خلال هذه الدراسة نحن تعلمنا كيف نطوق الطيور الجارحة وعملية المساكب هن ونفسه تعلمنا كيف ركب الأجهزة التعقب على الطائر وهذه تعتبر فرصة جيدة لنا أن نكتسب خبرات في هذا المجال وسوف يساعد هذا التعاون الاختصاصيين العمانيين في دراسة سلوك ومسارات عقاب السهوب بعد أكثر من سواعين على بدايتها تمكنت حملة مسقط للقضاء على الزعجة المصرية من تحقيق أهدافها في نشر رسائل التوعية عن البعوضة والطرق الوقاية منها وتم تسجيل 53 حالة لحم الضنك في السلطنة جميعها كانت قبل بداية حملة مسقط للقضاء على البعوضة جهود حملة مسقط لاستئصال بعوضة الزعجة المصرية تقترب من انتهاء مهمتها بعدما تم تمديد الفترة ليومين إضافيين من أجل القضاء عليها بعد تسجيل 53 إصابة بها داخل السلطنة إلى الآن عندنا 53 حالة مؤكدة لحم الضنك ولله الحمد طبعا بسبب أن الخطوات التي اتخذناها للتقصي فهي جميع الحالات محصورة في منطقة معينة في ولاية السلطنة ونحن الآن نعوّل على دور المجتمع في الفترة الحالية المشاركون في الحملة قاموا بتوفير مواد توعوية بست لغات مختلفة وذلك للأصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا تتحدث باللغة العربية بالإضافة إلى نشر التوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كانت استقابة حقيقة من المجتمع والسوان المقيمين أو العمانيين استقابة طيبة وكان متفهمين من الوضع وعندهم علم ودراية بالحملة الهدف الأساسي لهذا الحملة هو هدف توعوي لتمكين المجتمع من التخلص من أماكن توالد البعوضة بعوضة الزاعجة المصرية حتى يتمكن صاحب المنشئة من التخلص من بؤر التي توقع داخل منزله أو خارج نطاق منزله حم الظنك هي من بين الأمراض التي تسببها بعوضة الزاعجة المصرية فعند لسعها أحد المصابين بهذا المرض تصبح قادرة على نقله طيلة حياتها التي قد تصل لثلاثة أسابيع الأمر الذي يستوجب علينا التعاون مع الجهات المعنية التي تقوم بالتوعية المستمرة للقضاء على هذه البعوضة بالرغم من اجتباه تواجد بعوضة الزاعجة المصرية في بعض الأماكن إلا أن المسوحات أثبتت عدم صحة ذلك وتبين وجود بعوض من نوع مختلف إذ أن آلية القضاء عليها مستمرة بالخطط المعدة سابقا إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط وإلى الأخبار الاقتصادية مع عيسى بن خلفان الكعبي أهلا بكم انطلقت اليوم في العاصمة يدله الحملة الترويجية استثمر في الدقم وسط حضور رسمي واهتمام من مجتمع الأعمال في العاصمة الهندية وفي كلمة افتتاح الحملة الترويجية أكد معالي شيري تشوديري وزير الدولة للتجارة والصناعة الهندي اهتمام جمهورية الهند بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة والهند وأشهد معالي وزير التجارة والصناعة الهندي بعلاقات الصداقة بين بلاده والسلطنة معبرا عن أمله في أن تصهم الحملة الترويجية وعن مزيد من الشراكات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التبدل التجاري القائم بينهم والاستثمارات الهندية في السلطنة وتأتي الحملة التي تستمر يومين في ظل سعي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنويع وجذب الاستثمارات في المنطقة انخفض سعر نفط عمان 55 سنة مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 62 دولار و25 سنة للبرميل وبلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم 61 دولار و70 سنة للبرميل فيما بلغ المعدل تسليم شهر فبراير المقبل 57 دولار و33 سنة للبرميل منقفض بمقدار 8 دولار و95 سنة مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الحالي أكثر من مليونين و700 ألف ريال عماني قيمة مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي ستنفذه مؤسسة جسور خلال العام الحالي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركات أوربيك وصحار ألمنيوم وفالي وأضحت المؤسسة أن عدد المشاريع هذا العام بلغ 14 مشروعا في محافظات شمال الفاطنة والظاهرة والبريمي ومسقط وتنوعت بين قطاعات الثقافة والبيئة والتعاليم والمشاريع الاجتماعية الأخرى التي حرصت من خلالها مؤسسة جسور على تحقيق الاستفادة المباشرة لأفراد المجتمع بمختلف رغباتهم واحتياجاتهم إلى جانب المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة ارتفعت إرادات الفناتق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة إلى أكثر من 188 مليون بنهاية نوفمبر 2018 وأشارت الإحصائيات الصدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة الاشغال ارتفعت بنسبة 0.9 من 10% لتصل إلى 57% وأضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد النزلاء بلغ حتى نهاية نوفمبر مليون و350 ألف نزيل وأشكل النزلاء الأوروبيون العدد الأكبر من مجتمع أو من مجموع النزلاء حيث بلغ عددهم 476 ألفا و 875 نزيلا أوروبيا أكثر من 1700 نشاط عدد أنشطة الأعمال المنزلية التي تم تسجيلها في السلطنة خلال العام 2018 وأضحت وزارة التجارة والصناعة أن الأعمال المنزلية يمكن ممارستها من قبل المواطنين في منازلهم كما تعتبر هذه الأعمال من المشروعات الصغرى لتنمية دخل مزاوليها بالإضافة إلى أن هذه الأعمال تهيئ المواطنين للتوسع عن طريق فتح محلات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المستقبل والتي بدورها ستساهم في رفض الاقتصاد الوطني أكثر من 64 ألفا شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربي خلال العام الماضي وساهم تقديم الشهادات عبر بوابة استثمر بسهولة إلى الترفاع عدد الشهادات وتسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمالية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول توفيرا للجهود والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب تمنح شهادة المنشأ المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلقى الدول المصدر لها بمجاب الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول نهاية النشر عوداء إلى داود ولجينة وما بقي من العاشرة شكرا عيسى تتنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والتوعوية بمختلف مواقع مهرجان مصقط 2019 في متنزه النسيم كانت قافلة كلنا عمان التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على موعد للمشاركة في فعاليات المهرجان تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير أجواء مبهجة ونسمات شتوية معتدلة يعيشها زوار مهرجان مصقط 2019 ووسط هذه المشاهد الترفيهية والليالي الملونة بإضاءات المحبة والسرور ها هي قافلة كلنا عمان تحط رحالها لتضفي لمسة الجمال في متنزه النسيم العام على مسرح الطفل قافلة كلنا عمان تحط في محطتها الثانية في مسقط وكان أمس في المعبيلة واليوم في حريقة النسيم العامة مسرح الطفل وأيضا فعاليات كلها تهدف من أجل أن نبين دائما أن الجمال يستمر في عمان وأن الاختلاف الموجود في عمان هو استمرار إلى تكامل في هذا بلد الجميل اليوم الفعاليات التي لدينا تخصي الطفل حاولنا قدر الإمكان في الفعاليات أن ننزل بمستوى الطفل لأهداف المهارية موجودة والمعرفية موجودة والوجدانية كذلك موجودة تعزيز روح المحبة والوئان في أبناء الوطن وترسيخ أسس المواطنة لدى كل من ينتمي لأرض السلطنة أهداف كانت حاضرة في قافلة كلنا عمان إضافة إلى نشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة القافلة تهدف العديد من الأشياء منها غرس روح التعايش وتقبل الآخر في الناشئة وفي الكبار طبعا فعالياتنا متنوعة سنزور المدارس سنزور المساقد سنزور المسارح العامة في مختلف الولايات إن شاء الله على خشبة مسرح الطفل هذا كانت الفعاليات متنوعة بين مسابقات ثقافية ومحاضرات توعوية تناولت أهمية غرس القيم والعادات العمانية الأصيلة في نفوس النشئ كما قدم عدد من المقيمين داخل السلطنة تجاربهم في التعايش والتسامح في حياة المواطن العماني وطبيعته السمحة وتبقى للمؤسسات الحكومية والخاصة دورها في التوعية بالخدمات التي تقدمها والبرامج والأنشطة التي تشارك فيها بمهرجاء المسقط أحمد بن محمد المعمري من متنزه النسيم العام وننتقل بحضراتكم إلى الأخبار الرياضية مع عبدالله بن راشد الكعبي أهلا بكم مشاهدين يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يومي الثلاثين والثلاثين من يناير الجاري نظيره الإماراتي وديا وذلك خلال المعسكر الثاني الذي يقيمه المنتخب الوطني بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر كما سيلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية وديا أيضا مع منتخب تايلاند يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من فبراير المقبل وذلك ضمن سلسلة التجهيزات المتواصلة للمشاركة بالنهائيات الأسيوية التي تستضيفها تايلاند في مارس القادم وسيكون التركيز على جاهزية اللاعبين من خلال رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق بعض الخطط التكتيكية والاستفادة من تجربة عدد من اللاعبين الجدد في المباريات الودية التي سيكون فيها اللاعب مع منتخبات ناسيوية لها تواجدها في البطولات المختلفة يستعد الأولمبياد الخاص العماني للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية الأولمبياد الخاص الدولي بأبوظبي 2019 حيث أقيم صباح اليوم وتمر صحفي ضمن برنامج الإعداد الأولمبياد كشف فيه عن مدى جاهزية الأولمبياد الخاص العماني للمنافسة في حوالي 14 لعبة نتابع الأولمبياد الخاص العماني يشارك في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص الدولي في أبوظبي 2019 وتأتي مشاركة الأولمبياد الخاص العماني في هذا الحدث ضمن الدور الكبير الذي توليه السلطنة لإظهار مهارات وإنجازات الرياضيين ذو الإعاقة الفكرية الأولمبياد الخاص العماني إذا طابع دولي على مستوى دول العالم وله الصفة القانونية في المشاركات في دورة الألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية وبحمد الله وتوفيقه أتت هذه المشاركة بعد جهوب من اللجان التنفيذية من المتطوعين في تدريبات المستمرة لهذا الأبطال من دول العاقة الفكرية على مستوى السلطنة كما استعد الأولمبياد الخاص العماني من خلال تطبيق برنامج التدريب الرياضي المستمر على مدعام كامل من خلال تنفيذ تدريبات رياضية مستمرة لمجموعة من الرياضات في مختلف محافظات وولايات السلطنة الخطة التدريبية كانت بالتركيز على التدريبات الرياضية المستمرة التي دائما يتم تنظيمها بشكل متواصل الأولمبياد ذو طابع دولي يعنى بذوي الإعاقة الفكرية من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنفذ لهم سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي يشارك الأولمبياد الخاص العماني في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص الدولي بأبو ظبي لهذا العام بمائة وأربعين رياضيا عبدالله بن صالح الريسي محافظة مسقط خطفت كوريا الجنوبية بطاقة التأهل لدور ثمانية من كاسي آسيا 2019 وذلك بعد فوزي الصعب أمام البحرين بهدفين مقابل هدف حيث امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف في وقتها الأصلي قدم فيها لعبوها المنتخب البحريني عرضا جيدا وسجل لكوريا الجنوبية هوانج شان بالدقيقة الحادية والأربعين وكيم جينسو في الأشواط الإضافية فيما جاء هدف البحرين عن طريق اللعب محمد الرميحي بالدقيقة السابعة والسبعين وفي لقاء آخر أكملت قطر عقد المتاهلين لدور الثمانية بكاسي آسيا بعد فوزها على العراق بهدف نظيف حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط تحفظ كبير وضياع بعض الفرص القليلة من الجانبين وجاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة الثانية والستين عن طريق بسام الراوي عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارز جلال حسن لتحافظ قطر على تقدمها وتعبر إلى دور الثمانية لتلاقي المنتخب الكوري الجنوبي قضت محكمة إسبانية اليوم بالغرامة والسجن لعامين مع وقف التنفيذ على نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد أن قر لاعب ريال مدريد السابق بالتهم الموجهة له بالتهرب من الضرائب لاعب يوفينتوس الحالي قضى حوالي 45 دقيقة أمام المحكمة في مدريد حيث وقع على تسوية كان قد توصل لها محاموه مع سلطات الضرائب ومكتب المدعي العام ووفق التسوية يتوجب على النجم البرتغالي دفع غرامة تبلغ 21 مليون و600 ألف دولار وتعود هذه الاتهامات إلى الفترة ما بين 2011 و2014 أبان تواجد رونالدو مع الكتيبة الملكية في مدريد تعاقد برشلون الإسباني مع اللاعب الألماني كيفين بواتين قادما من ساسولو الإيطالي بموجب عقد إعارة إلى نهاية الموسم حيث بلغت الصفقة ثمانية ملايين يورو تتضمن احتمال انضمامه بصورة دائمة للفريق وبوسع بواتينج لعب في خط الوسط أو الهجوم وتم تقديمه بصفة رسمية اليوم وسيصبح خيارا هجوميا آخر لمدرب برشلون أرنيستو فالفيردي الذي يأمل فوز فريقه هذا الموسم بلقب الدور والكأس في إسبانيا إضافة إلى دور أبطال أوروبا النشر الرياضي ينتهي دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله مفردات جميلة تتميز بها حياة الإنسان البدوي في السلطنة حيث تعد العزب جزءا مهما لا يمكن الاستغناء عنه وفي محافظة البريمي يزداد الاهتمام بالعزبة لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة حيث يلتقي الأهل والأصدقاء لكي يقضون في كنفها أجمل اللحظات العزبة مفردات جميلة تتجلى فيها عادات متأصلة في حياة الإنسان البدوي فهنا تربية الإبل الأصيلة هم يحرصون على اقتنائها لأنها جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتهم وحتى أطفالهم يأتون بصحبتهم لتعلم أسرار الحياة الجميلة في هذا المكان حنا عايشين مع الإبل أول أهلنا ويدادنا كدون عليها وعيشون عليها ورفعون عليها من دار على دار وكدون عليها الحي وكدون عليها معيشة تم انظورها وعيشة تم من لحامها ومن لبنها وعايشة منها عيشة سعيدة اللي ما عنده فلوس وعنده ناقة كان عنده رصيد في البنك فكل وقت الأولي وعند الغروب تبدأ مظاهر الحياة في العزبة تزداد جمالا فهنا تفاصيل كثيرة ستحكي عن نفسها في قادم اللحظات هكذا تبدأ مراحل تحضير القهوة قبل وضعها على النار وبقربها يتم تسخين حليب الإبل بطعمه المميز وأما قرص الجمر فله طريقة خاصة وما ألد طعمه لسيما إذا ما مزج بالعسل والسمن المحلي هاي المكان مكاني وهي الحلال حلالنا طعمرك وحن نمشي ونجي عليها طعمرك حنو عيالنا ولنا مشاركات في السلطنة وخارق السلطنة الحمد لله رب العالمين هذا التراث اليوم يعني عاشوا عليه أقدادنا وهلنا ونحن اليوم مشينا على الماضي تسمع نحن وعيالنا واخواننا مستنسين ومسرورين بهذا التراث العريق وفي اللحظة التي ينشغل فيها البعض بتحضير وشوي اللحم هنا وفي بيت الشعر يجد الشعراء متسعا من الوقت للبوحي بما تجود به قرائحهم هات الذي تزهاب شدي لخبرها عشاء شهيبين وفي الحفل كلن مستعدي نقوة من خيار الفطامين يلي تقول الشوط فردي ذلول تبهج ناظر العين تقول لها ليها مصدي تفز من صوت المذيعين وحتى الأطفال لا يقلون شأنا في ذلك أبلادنا تمت أميرة أمان ما بين البلادين أبغايد نغادر المسيرة غابوس يا رمز الصلاطين أنور بن زاهر الغريبي محافظة البريمي وفي ختام هذه النشرة مشاهدين الكرام نذكركم بأبرز العناوين جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخي صاحب السمامي لدولة خطر يتسلمها معالي السيد وزير ديوان البلاد السلطان موسيقى مجلس البحث العلمي يوقع خمس عشرة اتفاقية للدعم والانضمام للشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا موسيقى فاريس وبرلين توقعاني معاهدة تقارب في المجال الدفاعي وميركل تصف المعاهدة بنواة لإنشاء جيش أوروبي موسيقى كوتن وآبي يبحثان في موسكو حل قضية نزاع على جزر استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية موسيقى وفي ختام هذه النشرة هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار في أمان الله موسيقى موسيقى